في مدينة الصدر وفي الجنوب تحديداً بالبصرة المشكلة مختلفة تماماً وتقرأ من زاوية أخرى هنا أكو تصارع وتجاذب سياسي واضح وتجاذب عقدي يعني داخل العقيدة الواحدة داخل المكون الواحد أعتقد أنه قوة السلاحي اليوم تريد أن تفرض واقع معين على قوة العقلائية في الإطار التنسيقي الذي أفرزت رؤوسه رأس عقلائي يسعى إلى تركيز جود الدولة وتثبيت أركانها وقوة سلاح أخرى تحاول زعزعة هذا الوضع خليني أقرأ وياك بين السطور أنت قبل شوية قلت هذا تجاذب عقدي وخلافات داخل العقيدة يعني هناك واحد يختلف داخل العقيدة يفجر الكهرباء شنو علاقة العقيدة بالكهرباء ما جاء يفتهم عني يعني عني بالنسبة للخلاف العقدي أنا أريد أن أبعد المكون السني الكريم عن أي تجاذب سياسي شيعي شيعي هذا ابتداء أنه كل اللي يصير بالساحة الشيعية هو تجاذب شيعي شيعي بين جهات أحكمت قبضتها على السلطة وبين جهاتي الآن خارج السلطة هذا هناك معترك كبير وأتلف تحديات كبيرة وصل إلى حد الاقتتال قبل فترة في اصطلح عليها ثورة تموز أو يعني بدخول المنطقة الخضراء أحداث كانت مؤلمة وضحايا عزيزة وغالية وليست قليلة يعني خمسين أو ستين أو سبحين شخص مو بالعدد القليل في دخولهم المرة السابقة للمنطقة الخضراء يعني أعتقد أنه هذه حمام دم وبرميل بارود ممكن أن ينفجر في أي لحظة أنا أقول اليوم هم الفجر والكهرباء هم الفجر والكهرباء هم الفجر والكهرباء تتهمهم بتفجير الكهرباء ظلنا اليلة ظلنا اليلة كاملة نايمين بظلمة وسبحانين بالعرق لكن حفظنا دمائنا محفوظة دمائنا وعوائنا محفوظة وهذا كافي جدا أنا أقول أنه الحكومة أمام تحدي كبير وأمام موجة عاتية وكبيرة في 2019 حكومة عبد العبد المهدي وما تلاها تم تمرير موجة عالية قادتها تشرين اليوم أكو موجة أيضا عاتية وعالية وتستهدف الدولة وتستهدف الحكومة وتستهدف الوضع العام يعني للعقلاء والحكماء أن يتصدوا ويقولوا قولتهم ويأخذون إجراءاتهم أنا أثق تماما بحكومة محمد الشاعر السوداني وبإجراءاتها والرجل يريد أن يثبت أنه قادر على أن يعمل يريد أن يشتغل الرجل لكن تعال منه راح ينطي مجال ومنه راح يخليه ومنه راح يسمح له هذه تبقى يعني المتغيرات هذه لحظية وكل ساعة بشكل وكل يوم بشكل ولحظيا أكو تغير في المواقف وتغير في موازين القوى وتغير في الوضع الأمني والخدمين للأسف الشديد يعني أنت قبل قليل تدعو إلى الحكماء والعقلاء أن يفهموا والأبيب يفهم بالإشارة وتبرع السنة مما يجري وتقول هذا تجاذب شيعي شيعي هذا التجاذب الشيعي الشيعي بينكم أنتم الأطراف الشيعية هل هو أكبر من حجبكم أكبر من مستوى تفكيركم أكبر من قدراتكم إلى الحد الذي لا تستطيعون أن تحلوا هذا التجاذب الشيعي الشيعي وهذا الخلاف قد يقود بكم إلى انفجار غير متوقع ليأش ما يتقدرون تحلونه يعني أعتقد أنه لو كان بالإمكان تقديم الحلول ناجعة لهذا التجاذب الكبير والخطير داخل الجسد الشيعي لكان القيادات تبنوه منذ سنوات هذا من 2008 إلى اليوم هذا الصراع الدموي والمميت يعني كاد يقضي على العملية السياسية بيأكملها يعني أثره كان مدمر جدا من عمليات فرض القانون وإلى اليوم دخلنا فيه مع معا كبير يعني دور في حلقة مفرغة هذه المشاكل حتى من كانت حكومات ائتلافية بين الصدريين مثلا ودورة القانون بدخولهم كلهم فيه ضمن يعني كانت أمور معطلة كثيرا يعني ألقت بظلالها على الحكومات حطلت العمل الرقابي والتشريحي يعني أعطت نموذج سيء للمحاصصة ولهذا فكل هذه الأمور لو كان بالإمكان فإجراء معين أو فعقد مصالحة بين الطرفين المتنازعين متجاذبين كان أولى بها وأحسن لكن لم تستطع هذه الفعاليات هذه النقب هذه القيادات لم تستطيع الوصول ترجمة نانسي قنقر